اشتركوا في القناة صديقي مرحبا بكم في سي سيات مطبوح من يطار منرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة او للجوش الوصفات التي سنرى وصفات التي نحضرهم وممكن تأخذهم كيفما هم كيفما تستعملهم مبارك ممكن تستعملهم على الطيلة ايضا في الايام العادية دينا فنستعملهم كل نهار فخليكم معي سنرى طريقة تحضرهم وفرجة ممتعة قبل ان نرى الفيديو سوف نجارك معكم هذا القناة قناة شف شعيب مع امه تكون معها في الفيديو تحضر لنا وصفات تقليدية مغربية الذين يريدون ان ترى هذه الوصفات سوف نجاركم الرابط للقناة ودخلوه واشتركوه لان فعلا قناة تستهل تشجيع وكتستهل انكم تابونوا فيها سوف نجاركم الرابط للقناة في صندوق الوصف وانتظر الوصفة فعندي هنا نجار كما ترى وما ترى وما ترى هم الوصفة الرئيسيين سوف نحضر الوصفة سوف نجار نجارة كبيرة ونقطعها فنقطع القطاع صغيرة جدا طبعا سوف نحصل بالقشرة لا يدهش سوف نحضر الوصفة هنا سوف نحضر الوصفة كما ترى ونضع القطاع نجارة هنا لديكم الاختيار انا كنا نطيبه في الفرن اما تسلقه اما تسفوره لدينا لدينا سوف نجارة لدينا ونجارة لدينا 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 ونضيف ثم ونضيف ثم 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 ملح ونضيف زيتون نضيف زيتون ونضيف الفرن نضيف 150 درجة ونضيف الآنية ونضيف ثم ونضيف علينا هنا بالنسبة نضيف فنقسمها ونقسمها كبير ولكن استعملت السوريس قسمها غير زوج ولكن طويلة فاحتى يقسموها على اربع كنتشوفوا هات الكويس دي القهوة سوف نصور الفيديو قبل ارمداد سوفيك نبدأ بحلقة نقسمها دماتيشة كلها نوضعها في أنية دائما نفرشها في ورقة طهي طبعا ونحاول أن نوزع الجهة ونوضع معها حبات التوم أنا وضعتهم بالقشرة دائما تقطعهم ونضيف لها زيت زيتون نضيف خوطة زيت زيت الملفوق نضيف الملح ونضيف سكار سندة فأنا هنا رشية سكار الأسمر ممكن تستعملوا غير سندة العادية طبعا ترشو عليها من الملفوق هنا ممكن تضيف أعشاب منسيمة أنا لم أضفتهم لأنه سوف نحصف من بعد كيف سوف نضيف لها الأعشاب منسيمة هنا هنا ينضيف معه النجال فأخذي سخزه لقشرته وطبعا وحكيته في الحكاكة هذا ما تشعر يجب هكا عريت شوية أيضا خذيت في الفلاح مرة قطعتها قطعة صغيرة جدا هي في فلاح دراء هنا دخلتها في الفلاح الرا هي في الفلاح دراء ونأخذ النجال كما تشاهدون بعد كيف يطيب وأيضا التوم لي معه وهذه المكونات الخرى التي قطعت أنا أضيفها كما تريدكم فلفل حر كي أعطي بنا هذا الخالج وصفي نأخذ القرعة الزج نوضع فيها الدنجال التي قطعت ونضيف المكونات الخرى التي قطعت هي الفلفلة وخيز كما قلت لكم أخذ وحاولو تحكوه في الحكاكات ما تشك يجي هكا الشكل عريض يجي جميل نحن نخلطهم جيد في القرعة وطبعا يعني الملح ممكن تضيفوا الملح على حسن الضوء ما ممكن هنا تضيفوا الأعشاب منصمة أنا أفضلت عندي أزير طري وعندي زيترة أو لازعتر طري في الثلث أنني نضيفهم هكذا كطريين كما تشاهدون خذيتهم وصلتهم طبعا مزيان ونضيفهم هكذا في الوسط ونضيف الخليط بزيت الزيتون ونضيفه في الثلاجة يعني يبقى مقبل في الآخر أفكار التي ممكن نستعملها في هذه الوصفة ممكن تضيفه وممكن تضيفه تضيفه في السندوية ونضيفه 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 قرأة الزج ونضيف 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 المصب مع ونضيف تحون من تحون بطريين ونضيف ونضيف زيت زيتون ونحتفل بها فارقة نستعملها في عدة وصفات سوف نعرفكم كما اكتلكم في اخر الفيديو كيف ممكن استعملها يعني راح ممكن كل نهار دخلوهم في وصفة انتوما كتحضرواها فعلا كي يأتي رائعا جدا وهذا ما تشارع تاكلوها في حلقك يعني الديدة الديدة بثبت ايضا كما اشتروا فصوص ديالتوما كيتحمروا كي يوليوا يعني ارطبين ممكن انتوما مني تكونوا كتحضروا لي صندويس ديالكم تهنوهم ايضا كيف ممكن استعملوهم في وصفات اخرى وكما كتشوفو هدو هم الوصفات ديالنا اللي حضرنا فانا رانسيس ما صورت الشكل ايضا كما اشتروا يعني ضربنا فيهم النصف فعلا كي يأتي رائعا جدا يعني يعني لكي يعجبوا هدو هكا وصفتها كمم الملحة يعني مقبلة فهدو كي يأتي رائعا يعني يعني ممكن اي حاجة حضرتوها تحطوهم كما يكتلكم يعني في الطابلة ديال غدا تحطوهم كمو قبل في الساندويتش فحتم الدراري يعني كتدخلهم في الساندويتش كي يعجبوهم فهذا الشكل ديال الدنجال ديالنا وهذا ايضا الشكل ديال ماتيشا اللي حضرنا فوصفات اللي سهلة ولي كتنفعنا على طول الايام بالنسبة كيفاش نقدروا نوضفوهم في وصفات اخرى فهذا ساندويتش اللي كنت شاكس معاكم في انستغرام يعني البنات اللي متابعيني في انستغرام ما كانوا شافوه بزاف انكم نطلبتوا لي الوصفة ديال هاد الوصفة اللي انا قدمت لكم ليه يجي رائع رائع جدا طبعا الباقيت اللي محضر باقيت ديال القمح الكامل محضر في البيت يعني كتحضروا هكا طابق اللي غني وايضا صحي ممكن ايضا ندخلهم هنا كما كتشوفوا في طاجين هادا غادينا نحط لكم الوصفة يعني غايكم في الفيديو المقبل ان شاء الله طاجين ديال سمكسر ديال اللي دخلت في هاد الوصفات بجوج عادي تشوفوا كيفاش دخلتهم بته هو جا رائع جدا ايضا اه كتشوفوا هاد هاد المقبل فهنا خديت فقط يعني الشامبينيون اللي اه شحرتهم في زيت زيتون الملح وبزار وشوي ديال التون ونضفتهم لهاد الخالط ديال الدنجال وقدمتهم كمقبل فعلا جا رائع ايضا ممكن تقدموا كيفما هوا يعني هاد الدنجال في حلقة كيفما هو او نحط اوضفوا لي ايضا قطاع ديال جبن جبن فتاك يجي معه رائع جدا مهم هادو افكار وان شاء الله غادي ندخلو احتفى ندخلهم يعني احتفى مو ملاحات ولا معجنة ملحة اللي غادي نشارك معاكم الوصفات يعني في الفيديوهات المقبلة ان شاء الله كان هادا الفيديو ديالنا دياليوم تمنى يكون الاعجاب ديالكم الى فيديو اخر ان شاء الله دمتم في رعاية الله شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر